موسيقى نشرة اخبارية جديدة من قناة الغد المشرق أهلا بكم والبداية بالعنوين الميليشيات الحوثية تستخدم المدنيين دروعا بشرية في مناطق سيطرتها موسيقى الحكومة تتؤكد أن الوضع الراهن لناقلة النفط الصافر لا يحتمل مزيدا من مراوغات ميليشيات الحوثي موسيقى موسيقى عسيئون تستعد لتنظيم مليونية تغبر عن مطالب أبناء حضر موت موسيقى موسيقى علن التحالف العربي عن إطلاق ميليشيات الحوثي أربعة صواريخ بلسية من الحديدة ومطار صنغا باتجاه حجة وأكد التحالف العربي أن الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي وأضف أن التحالف سيتخذ إجراءات لمنع ذلك وحماية المدنيين انتزع مشروع مركز الملك سلمان مسام أكثر من 3800 لغم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير زرعتها ميليشيات الحوثي في مختلف المحافظات وذكر المركز في بيان الله بأن عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام حتى الآن بلغت 318746 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن شدد باحثون يمنيون أن استخدام ميليشيات الحوثي الإرهابية المدنيين دروعا بشرية يعكس أيدولوجيتها الإرهابية وذلك نظرا لاستمرارها بارتكاب الجرائم ضد المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية منذ انقلابها على البلاد في ندوة بعنوان استخدام ميليشيات الحوثي للمدنيين كدروع بشرية تصعيد الميليشيات العسكري وتعطيل فرص السلام قال باحثون يمنيون أن استخدام ميليشي الحوثي المدنيين دروعا بشرية يعكس أيدولوجيتها الإرهابية وذلك نظرا لاستمرارها بارتكاب الجرائم ضد المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية وفي الندوة ذكر حقوقيون أن الميليشيات ما زالت تستخدم المدنيين دروعا بشرية لعملياتها العسكرية المختلفة موضحين أن الميليشيات تحتجز المدنيين في مواقع عسكرية وتخزن الأسلحة في مواقع مدنية كالمدارس والمستشفيات وتستخدم الأماكن السكنية كمنصة لإطلاق الصواريخ والمكذوفات استحضر الباحثون بداية استخدام الميليشيات للمدنيين دروعا بشرية بدءا من قرى صعدة في عام 2004 حين نقلت الميليشيات المختطفين إلى مواقع عسكرية وأماكن تخزين السلاح واستخدمتهم دروعا بشرية لحماية مقاتليهم واستخدامها المواقع الأثرية بتعزل قصف المدنيين وحفرت في مدينة الحديد الخنادق وخزنت الأسلحة بأماكن مأهولة بسكان وتستخدم مطار صنعاء كثكنة عسكرية ناشطون حقوقيون اعتبروا خلال ذات الندوة العنصرية الطائفية لميليشي الحوثي خطرا على اليمنيين والعالم أجمع وهي لا تختلف عن أيدولوجية الجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة الإرهابيين وقال صحفيون أن الميليشيات الحوثية تحاول ابتزاز الجهات الدولية باستخدام المدنيين كما أنها تعتقل ناقلة النفط العائم صافر للابتزاز في إشارة إلى اتخاذ قيادات عسكرية المستشفيات أماكن سكن لهم واستخدام الحصار للكسب والربح وجني المزيد من الأموال أكدت الحكومة أن الوضع الراهن لسفينة صافر لا يحتمل إهدار المزيد من الوقت ومروغات جديدة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية وأشار وزير الخارجية أحمد بن مبارك خلال لقائه منسق الشؤون الإنسانية ديفيد جريسلي إلى رفض ميليشيات الحوثي كل الحلول التي طرحتها الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية لافتا إلى جهود الحكومة لإيجاد معالجة عملية لحالة الخزان صافر وإنهاء الخطر المحتمل للتسريب وقف المجلس الانتقالي الجنوبي أمام الأحداث المؤسفة والتصرفات المسؤولة التي شهدتها مدرية خور مكسر أوجه المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعه بسرعة إخراج القوة الأمنية المتواجدة في جزيرة العمال وإحالة جميع العناصر المتورطة في هذه الأحداث إلى القضاء العسكري وأكد المجلس الانتقالي أن تلك التصرفات الفردية الرعنى ستقابل بإجراء عقابي حازم وفق للقانون حتى لا تتكرر مثل تلك التصرفات عقرت اللجنة الأساسية للتحضير لمليونية ودي حضر موت اجتماعها الأول بمدينة سيئون استجابة للدعوة التي أطلقتها الهيئات التنفيذية لانتقال حضر موت لإقامة مليونية كبيرة حاشدة تعبر عن مطالبة أبناء حضر موت بترحيل المنطقة العسكرية الأولى وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض ولقاء حرو اجتماعات مكثفة ومتواصلة من قبل اللجان الأساسية لإقامة مليونية سيئون هنا في سيئون يتم التحضير لمليونية ستجمع الطيف الحضرمي لتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياضي ولقاء حرو نحن اليوم اجتماعنا في المقر واجتماعنا باللجنة التحضيرية واللجنة الأمنية وتدارسنا الأمور وإن شاء الله الأمور بإذن الله تكون طيبة ونتمنى من الله أن يعيننا على الوادي وضعه صعيب صعيب مرة لكن إن شاء الله نحن نتجاوز هذه المشكلة وإن شاء الله تمر الأمور طيبة بإذن الله سوف تشهد هذه المدرية تحضيرات ييدة منذ هذا اليوم وإن شاء الله هذه اللينة التحضيرية في حالة انعقاد مستمر حتى يوم المليونية في الثاني عشر من فبراير 2020 مهلادية اللجان يشارك فيها أعضاء من الجمعية الوطنية ولجنة لقاء حرو والشباب الأحرار ومجموعة نساء حضرميات وفي اجتماعاتهم ناقشوا ترتيبات مشاركة الوفود من مختلف المديريات والمناطق وآلية التجهيز الجيد للمليونية الكبرى للمطالبة بإحلال قوات النخبة بدلا عن المنطقة الأولى هذه المليونية ستحقق لنا الكثير من العمال وتطلعاتنا من أجل استنزاع حقوق حضرموت وحقوق كل مواطن حضرمي حضرموت عانت الكثير ولا زالت تعاني وطالب كل مواطن بالحشد لهذه المليونية لأن هذه المليونية كما ما قلنا لا بد عن تكون لها صداء ولكون لها عثر على مستوى الوادي المليونية المرتقبة يوم السبت القادم وسط سيئون ستدعو لضرورة التكاتف والاستفاف الحضرمي لنبذ الفرقة والخلاف وانتزاع حقوق حضرموت والدفاع عنها والعمل الجاد لتمكن أبناء حضرموت من إدارة شؤون أمنهم وثرواتهم محمد بحفين الغد المشرع سيئون النشر متوصلة وفي بعض فاصل قصير مديرية الشحر بحضرموت تحي ذكرى وفاة الشاعر حسين أبو بكر المحضار أهلا بكم من جديد تحي مديرية الشحر بحضرموت الذكرى الثانية والعشرين لوفاة المنحن الغنائي حسين أبو بكر المحضار من خلال إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة التي تستمر لثلاثة أيام موسيقى ظاهرة فنية لن تتكرر الشخصية التي أسهمت في نجاح كبار المطربين في اليمن والخليج وجزيرة العرب وسين أبو بكر المحضار الشاعر والملحن اليوم يختفى بذكرى وفاته الثانية والعشرين بمسقط رأسه بمديرية الشحر اليوم نسدل الستار على فعاليات الدكرى الثانية والعشرين لرحيل الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار وفي تقرير هذه الفعاليات التي تم تنفيذها رغم محدوديتها ومحدودية كلفتها أيضا لكنها مع ذلك رائعة جدا المحضار قيمة كبيرة قيمة إبداعية لا شك المحضار استطاع أن يخترق جدران القلوب ويسكن فيها ويعيش فيها لماذا؟ لأنه استطاع أن يتغلغل إلى النفوس ويعبر عنها بما لا تستطيع أن تعبر عنه الفعاليات المقامة بذكرى وفاة المحضار بدأت بقراءة الفاتحة على ضريحة ثم جولة في متحفه بالشعر إلى جانب المعرض الثقافي أو الموروث والإبداع هذا المعرض اجتمل على صور المحضار ورسومات وكتب وأركان متنوعة من منتجات الأسر المحضار مهما قيلت من الكلمات مهما قيلت من الوصف لن تنفيه حقه حتى هذه الفعاليات التي نقيمها نعتورها برضا ببسطة هي شيء من الذكر على المحضار المحضار تكلم في نفس الأغنية حرب عشق اعتاب عذاب يأس فهذه ما تنطبق أن الإنسان ينقولك إلى ثلاث مراحل في وقت واحد بارتياح لما تسمع الكلمة وتسمع اللحم بارتياح برغم أنه عذاب شيئا يأس حرب في منين الياس ما دامنا لساق على المشيح منا وعرقوب نوجه رسالتنا إلى سلطة المحلية بتقديم الاهتمام الكافي لأغلب الشعراء والفنانين والأدباء والكتاب بمحافظة حضرموت المعرض يتكون من عدة أركان وهمها الركن المحضار وركن الثرات البحري والركن الحضرمي وركن الرسامات ورسمنا عدة صور للشاعر الغنائي حسين أبو بكر المحضار ولد الشاعر حسين أبو بكر المحضار عام 1930 وتوفي في الخامس من فبراير من عام 2000 في مديرية الشحر بعد حياة فنية حافلة 22 عاما على وفاة الشاعر المحضار هنا يتجدد الوفاء للأغنية الحضرمية لسان الحال المحضار لم يمت لا زال حيا في قلوب الملايين محسين بالبحث فنات الغد المشرق من مديرية الشحر أما الآن نتابعوا إياكم مؤخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا أعلن عمدة العاصمة الكندية وتوى حالة الطوارئ في المدينة إثر احتجاجات سائق الشاحنات المعارضين للإجراءات الصحية المتعلقة بجائحة كورونا وكان رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قال أن السلطات لن تستخدم الجيش لمواجهة الاحتجاجات يذكروا أن سائقي الشاحنات يحتجون على قانون جديد دخل حيز التنفيذ في الخامس عشر من يناير لتأصبح من الواجب على سائقي الشاحنات الذين ينتقلون بين كندا والولايات المتحدة الحصول على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا طلبت السلطات بمدينة بايسل واقعة جنوب غرب الصين من السكان التزام منازلهم وتجنب السفر في إطار القيود المشددة التي فرضتها الصين لمكافحة الإصابات المحلية المتزاهدة بكورونا وسجلت المدينة الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود مع فيتنام 44 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى كما تم تزيل عددا من الإصابات المستوردة وتقع بايسا على بعد نحو 200 أو 2500 كيلومتر من أقرب مواقع دورة الإلعاب الأمبية الشتوية في أخبار الرياضة وجه نادي وحدة عدن بطن لبطولة دور عدن المتاز الذي اختتمت مبارياته بمواجهة جمعت الوحدة بالنصر على ملعب حامد بشيق عثمان انتهت لصالح الوحدة بربعية نظيفة أخيرا أزدل الستار على منافسات بطولة دور عدن الممتاز الذي جاء برعاية محافظ العاصمة أحمد لملس ليتوج بيارق الهاشمي رسميا بطلا للبطولة بفارق كبير عن أقرب منافسيه نادي الشعلة الذي حل وصيفا واتلال بالمركز الثالث دور عدن كانت له أهداف وأهداف كبيرة وعديدة مشاركة أندية الدرقة الأولى والدرقة الثانية والثالثة في بطولة عدن أو في دور عدن الممتاز أعطى الفرصة لكثير من الأندية في الدرقة الثانية والدرقة الثالثة أن تعد نفسيه إعداد جيد وأن تحتك بأندية الدرقة الممتاز إن شاء الله يكون اليوم الختام مسك يليق باسم البطولة ويليق بعراقة الأندية العدنية اليوم عدن تنتصر رياضيا بعد أن أنهت هذا الدوري الطويل لمدة حوالي خمسة أشهر إلى ستة أشهر نشكر الأخ المحافظ أحمد حامد لملس محافظة العاصمة عدن على كل الدعم الذي قدمه سعداء جدا بوصولنا إلى المرحلة الختامية تسعين مباراة تنافست فيها أندية عدن شاهدنا فيها شغف قماهيري كبير وحضور قماهيري كبير شاهدنا فيها مستوى فني للأندية العدنية يرتفع من مباراة إلى أخرى سعداء جدا 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 الشكر كل الشكر للقائم المنظومة للدوري للحكام اللاعبين الإدارات الأجهزة الفنية والإدارية رقال الأمن وحدة عدن اختتم مشوار البطولة بفوز عريض على حساب نادي النصر الفريق المثالي للبطولة بأربعة أهداف نظيفة وسط حضور جماهيري كبير البطولة كانت ناجحة بكل المقاييس بدأت البطولة بالشفر المطلوب وانتهت بالشفر المطلوب الحمد لله أعزمنا من البداية أن نأخذ هذه البطولة الحمد لله حققنا ما أردنا بتوفيق الله ثم من جهود الكل نقول لمنظم هذه البطولة الأخ المحافظ أحمد حامد الملس شكرا والأخ مؤمن السقاف شكرا والأخ عرفات أيضا شكرا مدير مكتبك شعور الرياضة فرعدا الحمد لله حققنا البطولة بدون أي خسارة وهذا شيء طيب وشيء جميل أيضا أحسن حارس من النادي وأيضا أقوى الدفاع وأقوى هجوم وهذا شيء أيضا طيب يحسب للفريق الحمد لله عملنا مع الفريق بشكل متواصل ظهر من خلال ثبات المستوى من أول مباراة إلى آخر مباراة والله الحمد لله هذا شيء طيب وشيء جميل للمستقبل المهاجم التلالي أحمد ماهر خطف لقب هدافي البطولة بثمانية عشر هدفا متساويا مع عبدالله حيدان مهاجم الروضة بعدد الأهداف لتحتسب لجنة البطولة عدد الإنذارات والقرارات الإدارية وتحييد ضربات الجزاء وكرم لاعب الجزيرة عبدالله حبش بكاس أفضل لاعب بالبطولة وعبدالله حيدان كأفضل لاعب صاعد وجاءت جائزة أفضل حارس من نصيب سالم الهارش حارس عارين نادي الوحدة صلاح العاقل لقناة الغد المشرق عدن نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العنوين الميليشيات الحوثية تستخدم المدنيين دروغا بشرية في مناطق سيطرتها الحكومة تؤكد أن الوضع الراهن لناقلة النفط الصافر لا يحتمل مزيدا من مراوغات ميليشيات الحوثي سيئون تستعد لتنظيم بليونية تعبر عن مطالب أبناء حضر موت لمتابعاتنا عبر البنس المباشر زور موقع القناة الغدوائي والمزيد من الأخبار تابع منصاتنا الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة